قال رئيس كوريا الجنوبية يونسوك إن صال لم تزود أوكرانيا بأي أسلحة فتاكة وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمار بوتين إن قراراً كهذا سيدمر علاقتهما الثنائية قال يونين كوريا الجنوبية تضامنت مع المجتمع الدولي من أجل المساعدات الإنسانية السلمية لأوكرانيا ولم تقدم أي أسلحة فتاكة لكنها مسألة تتعلق بسيادة صال على أي حال ومشيراً إلى بلاده تبذل جهوداً للحفاظ على علاقتها السلمية الجيدة مع كل دولة في العالم بما في ذلك روسيا